موسيقى 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 اليوم تنتوجدوا بالمستنبت الجماعي للأقادير فنحتفلوا باليوم العالمي للغابة والماء الي كان 21 مارس بالنسبة للغابة و 22 مارس بالنسبة للماء وتحت شعار يعني البيئة في التنمية بالنسبة الماء كما فات إشارة في بعض المراحل بأن نحن نستعملوا المياه العادمة المعالجة للوكال المتعددة للخدمات والاستقيل المتعددة للخدمات و اليوم عرضنا على الحاضرين هنا واحد النموذج على إعادة استعمال المياه العادمة في المستنبت الجماعي باش نروا بأن هذه المياه صالحة للسقي لا يوجد الكيمية بالنسبة للجودة و كذلك نرى بالنسبة للمستنبت كيفية تكاتر النباتات الطريقة التي استعملوا و الكافيات التي لدينا في المستنبت الجماعي كذلك حاليا الزنا الطاقة الاستيعابية بكثير اللي يقدر مثلا يوفر نباتات بالنسبة لجميع المؤسسات التعليمية اللي كانوا في المدينة بالنسبة للمستنبت أي مدينة عند المستنبت ديلا يعني المستنبت هي تتعزز الطلبات التي يجو من المؤسسات التعليمية ولما عن الجمعيات بالنسبة للأقادير لدينا نسبة كبيرة مثلا لنقدرون نوفرهم المؤسسات التعليمية كما قلت نحن كوكالة مستقلة متعدد الخدمات لمعروفة اختصارا بالنسبة للسجد سعداء أننا نشارك اليوم مع الجمعات الحضرية والشركاء الأخرين في هذا اليوم العالمي للماء واليوم العالمي كذلك للغابات هذه محطة أساسية بالنسبة لنا كوكالة لأن كانت دارسوا فيها حولها مشموعة من النقط التي تهم تدبير الماء الصريح الشرب والحفاظ عليه وتدبير كذلك ذي البيئة والحفاظ عليها وتدبير كذلك ذي الـ توزيع يعني الاستفادة من المياه العادمة المعالجة إحنا في هذه المناسبة كان حتى عدد الكبير الذين يستعملوا الماء فبهذا المحطة أنا نقول لهم ضروري لأن الإنسان يحافظ على هذه المادة الحيوية نحن الآن نضع مجهودات جبارة باش نحاول يعني أننا نعالجوا المياه العادمة وكن نخرجوا منها واحد الكمية المياه حوالي 30.000 متر مكعب في اليوم لسقي المساحات الخضراء لذلك إحنا باش نحافظوا على المياه الصالحة للشرب لذلك نحن نضع الجميع المواطنين الجميع بصفة عامة على الحفاظ على هذا الماء وعلى الحفاظ على هذا الماء لماذا؟ لجنراسيون في توريا يعني الأجيال الماجية وهذه مناسبة وكنت درسوا فيها حول هذه المجموعة هذه النقاط التي تمثل هذا الحفاظ على الماء والحفاظ على البيئة اليوم نحن نتواجد بالمستنبت الجماعي لأقادير وهو واحد الفضاء الإيكولوجي وطرباوي وبيداغوجي في مجال التربية البيئية في مجال محافظة على الفضاءات الخضراء المناسبة هي اليوم العالمي للبيئة الذي يصاد 22 مارس من كل سنة هذه السنة تختار له شعار دولي وهو الموارد الجوفية جعل غير مرئي مرئي بطبيعة الحال تواجد نحن هنا اليوم كمجتمع مدني يعني فاعل وشارك الجماعة في مجال البيئي على مستوى قدير للطلاع على هذا المرفق الإيكولوجي والبيداغوجي يعني رفقة مجموعة من الشركاء يعني الطربويين وكذلك الوكالة المستقلة متعددة الخدمات ومجموعة الفاعلين الأخرين في مجال البيئة من أجل بلورة التصورات وكذلك مشاريع من أجل الحماية للبيئة على مستوى قدير وكذلك استغلال المياه العادمة في رئي المساحة الخضراء من أجل الحفاظ على الفرشة المائية وبالتالي الحفاظ على الموارد المائية بفعل الجفاف ومشكل تغييرات المناخية حيث المنطقة كتعرف نقص حاد في مجال المياه وفي مجال يعني تساقطات سانويا وهذا كيدفعنا أنه نبحثوا على طرق بديلة ومستدامة ومنها تصفية المياه العادمة من أجل استغلالها في رئي المساحة الخضراء موسيقى ما تنسوش تديروا أبوني اللاشين وتفعلوا زر الجرس موسيقى